بعد الجولة الأخيرة التي قام بها وزير السروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب إلى الولايات المختلفة للبلاد وذلك في إطار الانطلاقات الرسمية لحملة التطعيم المشتركة للمواشي الرامية إلى تطبيق السياسات الحكومة الصحية للوقاية من الأمراض ولذلك جاء هذا الاجتماع لمراجعة منتصف مدة حملة التطعيم ضد طعون الأغنام والالتحاب الرعوي المؤدي للأبقار دورة عام 2023 عام 2022 بمعرفة 828 colonialismامyerات متحاقرة延 الى حالة 10 عملون لات SARAH 30 مليون الى حالة 10 مليون والحدة أول 4300 عام 2020 لكنا نظر dassنا رئيسين طريقتين هنا إنا نظر نفس الباكس النسبية ان تق Bellaビار عام interesting وفي هذا الشأن قدم مدير قسم البيطرة أبكر محمد نور ملاي أرضا تناول فيه كافة المعلومات التي تتعلق بالطرق والكيفية التي تم بها تنظيم حملة التطيمة هذه المشتركة ضد طاعون الأقنام والالتحاب الرعوي المعد للأبقار بالإضافة إلى سياسات حملات التوئية والإرشاد التي تصاحب هذه الأملية